بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم في الحبليات في الدوك فيش ونأخذ نعرض الجهاز العصبي نيرفرس سيستيماتك هون الجهاز العصبي طبعا زائي الجهاز من الجهاز العصبي المركازي وجهاز العصبي طرفي الجهاز العصبي المركازي طبعا عبارة عن المخ والحبل الشوكي المخ أكثر تطورا طبعا من المخ البتروميزون ونقسم إلى مخ أمامي ومخ متوسط ومخ خلفي أي مخ كده يجب أن تكون من فور برين والميد برين والهيند برين المخ الأمامي هو الفور برين عبارة عن بصلتين شميتين ويفصان شميان ونصف الكرة المخية موجود على سرير المخ على سطحه الظاهري هتلاقي الجسم السنوبري ورساطها البطن زي ما احنا عارفين موجود الغدة النخيمية طيب طبعا هن البصلتين الشميتين وفصان شميان أكبر في الحجم شوال لأنه بعتمد على الحاسة الشم أكتر طبعا المخ المتوسط اللي هو الميد برين عبارة عن دايما زي ما احنا عارفين هو عبارة عن 2 أوبتيك لوبس فصان بصري المخ الخلفي برضو موجود عند كل الكائنات عبارة عن مخي المحافظة على الاتزان والنخاع المستطيل اللي هو الميدالة البلونجاتة اللي بعد كده تمتد منها الحاب الشوكي ده الجزء الأمامي الفور برين وده الميد برين والهين برين دايما المخ المتوسط اتفقنا أنه يبقى بصين بصري هنا صورين لأنه لا يعتمد على حاسة الرؤية أكتر يعني لكنه بعتمد على حاسة الشم وبالتالي تلاقي هنا عندك الأول عضو الشم الموجود ده كده الفاكتوري أورجان وبعد كده يبقى فيه الفاكتوري لوب بفصل الشم الكبير ده وعلى النحاء الزهرية للسرير المخ هتلاقي فيه الجسم السنوباري و quê عن نحاء البطنية هتلاقي غدة النخمية عن نحاء البطنية للسرير المخ لكن دي عن نحاء زهرية عشان كده شفنا الجسم السنوباري الجسم السنوباري غدة السنوبارية بالشكل ايه ده طيب هتلاقي ايه برضو على سرير المخ ده هتلاقي فيه اللي هو الضفرة الشمية الأمامية قفاة أو عيدة موئية زي مانت شايف تشع queue طيب ده كده كل تركيب المخ الأمامي بالمخ الأمامي سرير المخ عن نحاس ظهري منه هتلاقي فيه جسم سنوباري وفيه الضفرة الشمية الأمامية هتلاقي مرتبط به الفص الشمي وبعدين مرتبط به الأمام به عضو الشم طيب بالنسبة للمخ المتوسط مخ المتوسط هو عبره عن فصين بصريين بس منفصلين عن بعض عكس اللي كان موجود في البتروميزو كانوا مش منفصلين عن بعض بعد كده فيه المخ الخلفي والمخ الخلفي هنا هتلاقي فيه السريبيلوم وهتلاقي بيتميز نوع جزء برضو كبير شوية وحافظه على التزان وتلاقي فيه جسم الأمام كده اللي هو بسموه الجسم الحبلي بعد كده هتلاقي فيه النخاء المستطيل مضالة وبلونجاتا وعليه هنا الضفيرة الماسيمية الخلفية البستيرور كوروكويد بلوكسيز وغنية بشعرات الدموية ودات الفراغ الموجود في المخ الخلفي بعد طبعا الجزء ده هتلاقي فيه الحبل الشوكي امتد طبعا فيه العمود الفقرية جزء المخ عبارة عن مخ أمامي مخ متوسط ومخ خلفي بانتهي بي المضالة وبلونجاتا يخرج من المخ عشرة أزواج من العصاب المخي احنا قلنا ده جهاز العصب الطرفي جهاز الطرفي عبارة عن عصاب تخرج من مخ وعصاب تخرج من الحبل الشوكي عصاب المخي يخرج من المخ في الأسماك اللي هو البرميات والأسماك عادلهم كم عشر أزواج العصب الشمي والعصب البصري وحرك العين والعصب البكري والتوأم الثلاثي ومبعد العين العصب الوجهي والعصب السامعي والعصب اللساني البلعومي والعصب الحائر كما يتكون الجهاز العصب المركزي من الحبل الشوكي الذي يتصل منه برضه من المخ كامتداد من النخاء المستطيل وامتد حتى نهاية العمود الفقري وتخرج منه الحبل الشوكي ده أعصاب أعصاب شوكية وده تزود الجسم بالإمدادات العصبية لابد أنا عندي الوقت أعصاب مخية وعندي أعصاب شوكية سباينال دول نيرفس وده اللي بتكون الجهاز العصبي الطرفي ده بس بيقول لك إيه أن العصاب الموجودة الشمية والبصرية والسمعية دول طبعا عصاب إيه حسية يبقى أنا عندي العصاب الوقت إما تكون عصاب حسية تقوم بوظيفة حسية فقط أو في عصاب وزع محركة العين وعصاب البكر ده عصاب حركية فقط لكن في عصاب بتبقى زي العصب اللي هو الوجه الفشل إيه نيرفس وده عصاب مكسي ده أنا حسي وحركي برضو اللسان البلعومي حسي وحركي العصاب الحائر حسي وحركي مكسي يبقى أنا كده عنده عصاب حسية وحركية وعصاب خليطة مكسي الجهاز العصاب التفرح زي ما قلنا أعصاب مخية عندهم عشرة أزواج اللي بيميز الزواحف اللي هو البرميات والأسماك لكن عندك الزواحف وطور والسيدات بيبقى 12 زواج عصاب شوكية عصاب زهرية أزواج زهرية وبطنية والجهاز بعد كده رقم الثلاثة هو الجهاز العصبي الذاتي اللي هو فيه السمبتاوي والجار السمبتاوي السمبستيك دول أعصاب من الحبل الشوكي النقل العصبي بالأدرانالين وكرينيوساكرال يعني مجموعة من المخ ومجموعة خارجة يعني ده المخ هو كده وده الايه الآخر جزء ده البرين عصاب خارجة من البرين وعصاب خارجة من الايه الساكرام الجزء التحت ده يكونه جهاز العصبي السمبتاوي كارينيوساكرال طيب الجزء اللي هو ايه ما بين بقى الجزء ده اللي هو السوراسيكولامبر يعني الصدر القطني يخرج منه مجموعة من العصاب النقل العصب اللي هنا يبقى هو خارج منه برضو من المخ والحبل الشوكي هنا من المخ برضو هو الحبل شوكي لكن هنا خارج بس من المخ ايه فقط بسموه الايه السوراسيكولامبر وده طبعا النقل اللي هو الايه الاسيطايل كولين يبقى هنا نقل العصب هنا الادرانالين وهنا نقل العصبي الاستيطايل كولين ده خارج من الحبل الشوكي بس ده خارج من المخ والحبل الشوكي هنا كارينيوساكرال يعني من المخ ومن الايه الاخر جزء من الحبل الشوكي جزء المطاوس الدول هو الجزء اللي تحت ده هو يكون لك الوسوراسيكولامبر وده الجار سنبتاوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته